أنا أعتقد أن حتى قادة الجيش المصري وقادة المسؤولين المصريين لن يقبلوا بمبدأ فكرة ارتهان الجزيرتين إلى السعودية وسيرفضونها كما سيرفضون شهر المصري وأن تصير على أن العملية هي صفقة صفقة اقتصادية مجرد أن تعلن واحدة من المشاركات في الاتفاقية أو التحقق من الجزيرتين أنها قدمت 7500 وثيقة لم يتم النظر لهم وهناك وسيقة وسنان قيل أنهما موجودة تم التركيز عليهم هنا يشير إلى أن الأمر صدق حاصة أنه تم بليل وسر